اشتركوا في القناة 13 يوم بالاخصة لازم اخلي بالي كتير من الوضع الصحي طبعا بتأثيرات مريخ الموجود صبر جدا احنا كنا تكلمنا عن تأثير الكوكب فما مبلاش نتكلم عليها دلوقتي فانت عندك الوضع الصحي لازم تخلي بالك كويس قوي على صحتك اذا كنت بتعاني من مشكلة صحية فعليك ان انت تتبع طبيب اذا كنت انت بتحاول انك تخس وتجوده خلي بالك كتير من فكرة اني انا يبقى عندك اللي هو ماكلش خالص عشان اخس او اخد منتجات انا مش عندي علمي بيها حاولوا كتير ان انتوا تكونوا اي حد عايز ان هو يخس او يعمل رجيم حاولوا كتير ان انتوا تتبعوا اساليب صحية فكرة التصرع في اغز الامر مش حلوة فكرة اني انا اكون اي حاجة وخلاص المهمة خس مش حلوة حاولوا على قد ما تقدروا تتبعوا نظام صحي كويس في الاجراءات اللي ليها علاقة بتخصيص الوضع الصحي زي ما قلت لكم اللي بيعني من مشكلة عليه ان هو يتتبع علاجها بالنسبة لكم ما بلاش اهمال صحي ارجوكم خاصة ان الوضع النفسي الصحة النفسية يعني مش افضل حاجة الصحة النفسية بالنسبة لك هيكون فيها ضغوط خاصة ضغوط لها علاقة بشأن مهني خاصة لو بتشتغل في حاجة متعلقة باشخاص او اخرين او حاجة متعلقة بمنافسة فلازم تكون حذر جدا جدا يا برج العزراء برضو على الصحة النفسية لان الصحة النفسية ليها دور كبير جدا جدا في ان الصحة الجسدية تتأثر فلازم تاخدوا بالكم جدا على ان انتو بتشحنوا نفسكم بطاقة ايجابية اكثر ان انتو يبقى عندكم فكرة اني انا اهتم بوضعي وسط الناس اهتم بشكلي بمظهاري الحاجات اللي هي لها علاقة بدعم النفسية لازم تدور على الدعم النفسي وتديل نفسك وتشحنوا لنفسك اتمنى كثير ان انتو تخرجوا مع صحابكم اتمنى كثير ان انتو تقضوا وقت ممتع اتمنى كثير ان انتو تجيبوا لنفسكم اللي انتو عايزينه دلعوا نفسكم هادوا نفسكم حاولوا كتير تحبوا نفسكم اكتر مما يكن حاولوا كتير تعملوا ده صدقوني اصلا هيفرق معاكم الموضوع قوي يعني تحب نفسك يعني تهدي نفسك تجيب لي نفسك اللي انت عايزه تضحك وتهزر وتفرج على افلام حلوة تعجيبك حاول كتير تكون اعرب لربك حاول كتير انك تعمل كل حاجة وتبقى سعيد بيها وتنسى او تنسى مواضيع الماضي تماما تنسى مشاكل الماضي وحيرة الماضي وخلافات الماضي وخناقات الماضي خاصة الحيرة العاطفية الحيرة العاطفية اللي لها علاقة بيه ان انت تبقى محتار ما بين شخصين محتار ما بين ماضي وما بين حاضر انك انت تتقارن الشخص بالشخص الاخر خلي بالك كتير انت تخسر الاتنين فكرة ان انت تكون مستني شخصين او بتتقارن ما بين شخصين او ان انت بدغيس شخص من الحاضر بشخص او بدغيس شخص من الماضي بشخص من الحاضر ده بالنسبة لك هيبقى امر سلبي جدا انت بتدخل فيه حاول كتير لان في شخص من الماضي تعبك في شخص انت بتفكر فيه في شخص انت زعلان منه جدا جدا وده شيء بدايقك كتير وبتفكر فيه طبعا بيأثر على الوضع الصحي مش عايزين ان احنا نتطرق لهذا الامر لكن النقطة التانية ان انت تبقى عايز علاقة جديدة عشان تنسيك هذا الشخص لا ده برضو مش هيكون الامر الصحيح لازم تاخدوا بالكم كويس قوي قوي عشان خاطر سمعتك والكلام وانت نفسك ما تقعش في اخطاء فعلا موضوع تشويه السمعة حاول على قد ما تقدر تكون حريص اكثر على اللبس الخاص بيك على الستايل الخاص بيك على تعاملاتك على تعاملاتك مع الجنس الاخر حاوله كتير انا عارفة على الفكرة برج السرطان من اكتر الناس المحافظة فعليا من اكتر الناس المحافظة بس الفكرة كلها ان في بعض الامور اللي ممكن تحصل كده والواحد ما يبقاش واخد باله منه على فكرة عاجي جدا ممكن فعلا يحصل بعض الحاجات كده اللي الواحد يبقاش واخد بالي بيبقى محتاج ان حد يقوله انا وانت وانت وكلنا كده على فكرة كل الناس كده اللي هما يعني بنحب كده شوية فهمين انتو كده فالمهمة فحاولوا كتير ان احنا نبص احنا لنفسنا احنا نعقب على نفسنا عشان ما نسمعش لحد انه يعقب علينا ويطلع ينتقضنا برا فلانا عاملة نفسها صاحبتش وتيجي تقولي خلي بالي مش عارف ايه وتروح تقوم هاريا كلام بقى خلي بالكم كتير من الحاجات اللي زي كده ما تدوش فرصة لحد انه هو يتكلم عليكم كلام سلبي يا برج العزراء فاذا هتخلي بالكم من لبسكم طريقة التعامل مع الجنس الاخر هخلي بالي كويس قوي كمان من اني انا اقع في فكرة الشخص الماضي والحاضر ده والمقارنة ما بين شخصين لازم ان انا اخلي بالي كويس قوي من هذا الامر طيب في حاجة تانية برضو كتير مهمة جدا وهي التقويم عارف يعني ايه التقويم عندنا كده بنقول ايه اللي هو لغة لغة التقويم انه فلان يقوم على علانة فيحصل ان فلان يشيل من هنا فيحصل خناء من هنا الهنا حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا ما تبقوش بتدو كلام تسخنوا بي حد ايه ده وبرج العزراء ممكن يسخن حد غصب عنك هيحصل حاجة زي كده خاصة لو بتتعامل مع ابراج ترابية خاصة لو في مشكلة ما بينك وما بين ابراج ترابية زي الصور والجدي والعزراء خلي بالك كتير من فكرة ان احنا نكون بنقوم او بنشحن ده على ده او الجو ده وغصب عنك او العكس فلازم نخلي بالنا كويس اوي 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 احنا بندي الفرصة للي قدامنا ان هو يقوم علينا ولا لا ان هو يعني يشوى سمعتنا ولا لا حاول كتير انك تكون ما تديش الفرصة ان فلان يقوم عليك وان يمسك عليك غلطة ان هو يشوف شيء سلبي فيك فيبدأ ان هو يعلنه فيبدأ ان هو يقوم به حد عليك فلازم تخلي بالك كويس اوي خاصة على النطاق العائلي بالنسبة لك الاهل هيبقوا افضل هيبقوا احسن هيبقى خيرك وسط الناس اللي حواليك جدا جدا بس الفكرة كلها مش كل اللي حواليك دايما بيكون حالو يعني مش كل الناس اللي حواليك بيتمنوا لك الخير بيتمنوا لك الحب بيتمنوا لك ان انت تكون افضل انك تكون احسن فاذا انت هتعمل ايه انت هتقرب من الاهلة لان هما تدعموا والسند لك وبتحس كتير بحالة عزوة وبتحس كتير ان انت وسط ناسك واحبابك فده شيء بيدعمك انت نفسيا فخليك وسط اهلك بس بدون ان انت تدخل في اسرار او امور داخلية يعني ما تحكيش عن اسرارك وما تحكيش عن امورك الشخصية وما تحكيش عن تطلعاتك الفكرية لان ده هيخليك ان انت الاشخاص السلبيين في الاهل والعائلة بالنسبة لك يبدأ ان هما يطلعوا يبدأ ان هما بقى يعني ينقضوك يبصوك بالطريقة اللي ليها علاقة بحسد يبقى فيه امور سلبية امور ضغطة فلازم ان احنا نخلي بالنا كويس اوي حاجة تانية كتير مهمة جدا وهي الامور الخاصة بي الاستفزاز الامور الخاصة بي اصارة المشاكل حاولوا كتير على قد ما تقدروا ان انتوا تتجنبوا كل الامر الخاص بي الاستفزاز يعني لا تستفز حد ولا تسمح ان حد يستفزك حاول على قد ما تقدر انك تكون اكثر عقلانية حاول على قد ما تقدر انك يا برج العزراء تكون اكثر هدوء في التعامل ابعد تماما عن المشاكل وعن الخلافات والاستفزاز وان انا اغيز الفلان الفلاني ولا اني اديقه ولا اني اتكلم في موضوع معين بحيث انه هو يدايق لا اخلي بالكم كتير مهما كان الشخص ده غازكم مهما كان الشخص ده دايقكم مهما كان الشخص ده مستفز ما تدخلش نفسك في طرق استفزازية لاجل ان احنا نبقى عايزين دماغنا تبقى رايقة مش عايزين ان احنا نشحل نفسنا في ضقات سلبية اذا كان احنا بنقول ان احنا هنروح لطاقة ايجابية عايزين نشحل نفسنا طاقة ايجابية نقوم احنا نروح نغير ونتعب نفسنا بنفسنا بان احنا نرد على الاستفزاز بقى ونقضيها مشاكل ونقضيها ضغوط لازم نخلي بالنا كويس قوي الوضع العاطفي اول خمس ايام لازم هخلي بالي بشكل كتير قوي في اني انا اتجنب المشاكل اتجنب الخلافات اتجنب اي الصراع لعلاقة بامور عاطفية بالنسبة لك كمان انت عندك اول 11 يوم هتخلي بالك كتير من الخلافات المهنية من المشاكل المهنية من الضغوط المهنية من القيل والقال في الوضع المهني من اوراق مستندات اختام في الوضع المهني هخلي بالي كويس قوي من العقود يعني ان حد يطلب منك عقود مشتركة ما بينك وما بين حد في القطار المهني فلازم ان انا اخلي بالي كتير من الامر المهني بكافة الاشكال يا برج العزراء كمان النقطة التانية يا برج العزراء ان انا لازم اخلي بالي كويس قوي قوي من فكرة ان يكون عندي احمال انت عندك اهتمام بنفسك بس يبقى عندك اهمال للنفس في بعض الاوقات هقول لكم على حاجة بيحصل كده بتحصل والله يبقى في الوقت اللي انت يعني نزل مثلا تجيب اي حاجة وحد بقى جميل جدا وقشك منك مفيش بقى وقوع الاناقة والشياك اللي مقطع بعضها محدش يشوفك خالص خالص تعالى كده البس اي حاجة هتلاقي امي تلاقي لها اللي يطاقي وقفلك وشايفك وعارفاك فالله بتحصل معايا بتحصل معايا بشكل بشع فعارفين اللي هو يعني ايه ايه ده مي مش انا مش انا غالس عارفين اللي هو ده ولما بقى نازلة بقى عارفين قوع وشك وكده تحس ان انا مشى في سحرة سحرة والله ابقى نازلة مش عارفة ايه كله عارفني الكل يعرفني يعني عارفين اللي هو يا ارض تشق فانت هتلاقي نفسك بقى كده بقى يعني هتلاقي نفسك هتلاقي بقى اصحابك وتلاقي مش عارفة ايه في الوقت اللي انتم ماشرين بسرعة فيه مش مهتمين بنفسنا حاولوا كثير الاهتمام بنفسكم في كل وقت لان ممكن كده نلاقي الحبيب نلاقي الكراش بتاعنا نلاقي شخص ما مهم جدا نلاقي حد من صحابنا فيبدأ يقولوا اشوفنا كان شكلهم بعد الاوي خلي بالكم كتير والنبي من الحاجات اللي زي كده اصلاها تكسف جدا عامة تنبرج العزراء بعض النصايح يمكن تكون البسيطة جدا بس مهمة كتير الامور اللي ليها علاقة بتوقيت زي ما قلنا اول 11 يوم هنخلي بالنا بكتير من الخلافات المهنية اول 14 يوم هنخلي بالنا كتير من الطرق الفكرية الخاصة بينا وان احنا ما نبقاش عندنا فكرة ان احنا نبقى استفزاز او عصبية او كده نخلي بالنا كتير من الصحة برضو اول 14 يوم نخلي بالك كتير من تشوي الصمعة وان انت تسمح لحد انه يشوي صمعتك فتكلمنا على حاجات مهمة يمكن البعض يفكرها بسيطة بس تصدقوني مهمة كتير اذا تجنبنا او خلينا بالنا كتير من اللي احنا تكلمنا فيه دلوقتي هنعرف كويس قوي مدى اهمية فيديوهات النصايح واشكركم جدا ما تنسوش اللايك وشير الاشراك في قناة تفعيل الجرس السلام